ففي رد للأسف ما فيش رد دعم النادي ده رقم اثنين بقى دعم النادي رحلة اليوم الواحد لجمهير الاهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمسندة الفريق بواقع 3000 جنيه عن كل فرض من المسافرين ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتين السياحة الوطنيتين Lucky Tours وMaster Travel والتاني تم تفوضهما من النادي بهذا الأمر ووجه مجلس إدارة شكرا تحية الدكتور أشرف صبحي لأن الجزئية دي مهمة للناس كتير جدا جدا طلبة النادي الأهلي ما تتكفل انت مصاريف الرحلات بتاعت الجمهير والكلام ده غير قانوني ما ينفعش الأهلي ان كان عليه عايز يعمل أي حاجة لجمهور لكن بيبقى فيه جهات بتحاسب النادي الأهلي على أي جوانب مادية يعني وأي أمور أو أي قرارات فبالتالي الأهلي بيوجه التحية والشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشهور رياضة لتفاهمه لتفاهمه ومفاقته على أن يتحمل خزينة تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه من ضمن القرارات كمان الرفض القاطع لمحاولات البعض إصارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق وعمره ما هيحصل ومش هيبقى فيه أي فرصة كده يا جماعة واتكلمنا في الجزئية دي أكتر مرة والتأكيد على ما جاء في الابتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلافة القائمة حاليا مع الاتحاد الأفريكي فقط لا غير الأهلي ما عندهش أي خلاف مع حد تاني خلافة مع الاتحاد الأفريكي في مشوار البحث عن حقوق النادي المشروعة والعادلية والذي جاءت حيثيات قرار الخاص بتحديد ملعب المبارد النهائية متناقداً وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل أندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها آخر قرار تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بترقص بعثة فريق الكرة في النهاء الأفريكي وترك تحديد موعد صفر الفريق لرؤية الجهاز الفني وطبعاً تواجد الكابتن محمود الخطيب شيء لابد منه رئيس النادي الأهلي بقيمة كبيرة جداً ودافع حيكون قوي قوي بالنسبة للعبين في المباراة وحدث مهم زي ده نتمنى لهم يا رب التوفيق موعد الصفر بالنسبة للنادي الأهلي هو ده مطروك للجهاز الفني بكهزة مستر بيتس مستمعي التنصيق مع كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة مع إدارة النادي الأهلي بالطبع لكن أنا هقول لها رقم المعاد الأقرب حتى هذه اللحظة هيكون يوم الأربع بإذن الله اللي جاي يوم الأربع اللي جاي هيكون المعاد الأقرب لسه نفيش إعلان رسمي بخصوص الموعد لكن يوم الأربع هو المعاد الأقرب اللي حيسافر فيه النادي الأهلي للمغرب عشان يستعد بشكل مبكر شوية المباراة هناك يعني قبل المطش بخمس تيام تقريباً فدي مدة كويسة جداً قبل المباراة مهمة زي دي بالمناسبة الأهلي إن شاء الله بإذن الله حيستقنف تدريباته بكرة تدريبات مهمة وهي حتكون البداية الفعلية للاستعداد للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي في المغرب بإذن الله تعالى رغم رغم إن الحد دلوقتي يتحضر أفريكي ما باعتش أي خطاب للنادي الأهلي بخصوص موعد ومكان المباراة لازم بيبقى في الخطابات الرسمية دي وبرده ده شيء مستغرب شوية ففي كل الأحوال دي بعض الأمور والكواليس التي تتعلق به النادي الأهلي حبيت أبتدي بيها مع حضراتكم حلقة إليو لكن تعالى بقى للملف